الحكاية الجاية هي استمرار الحكاية اتكلمت فيها مبارح الأخ المقاول محمد علي الراجل يعيني تاهت منه خلاص فجأة بقى عنده إحساس وده أنا قلت أقولكم أنه حيحصل يعني مبارح اللي يجيب الحلقة يعرف أنه حيحصل أنه بعد أن أصبح مملاً وتكرارياً وما بيدحكش أنه هو حيقرر أنه هو يبقى منظر أنه حيتكلم في كل شيء يعني هو الراجل بصراحة بكل غباء كان عنده موضوع بيتكلم فيه فجأة تاب الموضوع والنهاردة عمل فيديو عن داعش يا محمد يا علي ما لك أنت يا بابا بموضوع داعش تعرف إيه عن داعش ده ابتدى الفيديو قال لك الربيع العربي يعني داعش وداعش يعني الربيع العربي اللي هو هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه يا ابني أنت ما بتفهمش حاجة ده أنت مش مكمل تعليمك أصلاً يعني أنت مش قالك ما لك أنت وتسمع بقى الكلام اللي بيقوله وعن خريطة الإرهاب في العالم العربي وداعش كانت موجودة طبعاً كل المعلومات غلط كل حاجة غلط ويبدو أنه الناس اللي كتباله كتباله غلط يعني كتباله كلام هو قرر أنه يقرأ وإيه بقى أنا أصلاً أنا محمد علي بقى وابن بلد هحكي لكم بقى أنا الحكاية وطبعاً الحكاية كلها زبالة لا عارف يحكي ولا عارف يقول وبيتكلم في موضوعه غلط ولا فاهم في حاجة ما لك أنت يا ابني وما للإرهاب تفهم أنت فيه إيه فهو قرر فجأة بما أنه بقى فيه ناس بتتفرج وأنه فيه خمس ست محطات بتزيع الحاجة بتاعتي أنا بقى النهاردة حقول رأي في الإرهاب خشوا شوفوا الفيديو بقى اتفرجوا عليه عامل إزاي حاجة وقعة ويبدو أنه فيه حد بقى ابتدى يقوله إيه وطبعاً ابتدوا يقولوله دول ما هم أنا قلت لكم بارح يعني ما هو حيبقى محتاج صدر حنين هنا بقى بيظهر الصدر إحنا كتب المخابرات ديت والحاجات بتتعمل إزاي إنه هو تبقى قاعد في قاوة فيجيلك وعي يا محمد علي إيه طب إيه طب خد ده طب نعمل كده طب خد نتكلم في الحتة دي طب هاجم دول اعمل دول وخلاص دي تبقى نهائة محمد علي وإنت هنا ما فيش حاجة بعد كده بصراحة من أجمل الحاجات اللي تقالت عن محمد علي قالها وقى الغنيم في الفيديو بتاعه عنه الكلام اللي قاله وقى الغنيم على فكرة الفرق بين وقى الغنيم ومحمد علي رغم إنه وقى الغنيم النهاردة شاتمني شتايم يعني بس فعلا الحق يتقال جملتين قالهم عنه في الجون وعلى فكرة ما يفروش كتير عالكلام اللي أنا قلتم بارح يعني وقى الآية النهاردة أنا نفس الكلام قلتم بارح أنا عايز أوري حضراتكم وقى الغنيم قيل إيه عن محمد علي نشوف أنا الحقيقة محمد علي عجبتني شجعته زي ما قلت والحقيقة هو شجعني أطلع لأنها لما لقيت إنه هو ودايس كده والناس ماشي وراه فأنا قلت طيب تمام أنا أولاً عارف حاجتين عن محمد علي إنه هو راجل كان شغال مع الناس دي ومعاً ندوش معاهم أي مشاكل لسنين طويلة وبالتالي هو مشكلته شخصية دلوقتي هو مشكلته شخصية مشكلته مش البلد فهو عايز وقرر إنه هو عايز يعبر عن غضبه ده حقه المشروع وأنا مش بلومه عليه عشان يبقى طحين ده حقه المشروع وأنا مش بلومه عليه أنا مليش أي تحكم إذا كان أنا عمال أقول لنفس الناس كلها إن أنا حر ما محمد علي حرة برضو يعمل اللي هو عايزه وأنا مليش أي حق في إن أنا أوجهه هو لي حق يعمل اللي هو عايزه أنا عندي مشكلة إن مشكلته بدأت شخصية ولسه مستمرة شخصية لو هو قلبها لمشكلة بلد وبدأ يفكر معانا إزاي نصلح البلد وإزاي نظبط حالها لكن هو داخل خناقة شخصية هو لأ كبر عليه عارفين الفيلم بتاعدي الإمام لما الفنكوش بقى حاجة كبيرة وهو ما يعرفش هو ما عندوش خطة يودي فيها الناس هو عمال يحكي لك حكاوي بيحكي لك حكاوي واخد الخطة في حتة شخصية أنا بقول إحنا جايين نصلح من نفسنا إحنا جايين نصلح من نفسنا إحنا جايين نصلح من نفسنا خلي الناس اللي مش عايزة تصلح من نفسها تروح تقعد مع محمد علي وتركب معاه هو الترند التاني إحنا هنا عندنا ترند إن إحنا مش بنطلع مشاكلنا الشخصية على البلد إحنا بنطلع بنخش جوه نفسنا وبنصارح نفسنا وبنصلح نفسنا محمد يا علي تعالى أحضر معايا مكالمة كده أو جلسة من الجلسات اللي أنا بعمل حاجة اسمها جيم جيم للعقل بنتكلم متى بنتكلم في طرق التفكير أنت بتفكر إزاي طريق تفكيرك إزاي أنا مثلا عندي طرق تفكير فأنا اللي عايزة أقوله عن محمد علي إن أنا مشكلتي معاه مش إنه هو بيفضح الفساد أنا مشكلتي معاه هو بيعمل كده ليه هو بيعمل كده ليه أنت لو ماشي وراه وهو عنده مصلحة شخصية افهم إنه هو في نص السكة هيبيعك افهم إنه هو في نص السكة هيبيعك لان هو ماشي ورا مصلحة شخصية هو داخل ياخد حقه افرد مثلا حد بدأ يهدده هيوقف انت بقى ماشي معاه في نص الرحلة وعملت اشتم وعرفت مش عارف ايه والناس الالترس بتوع محمد علي دول ارحموني ارحموني يعني بالراحة شوية انتوا شباب تفين يعني انت كونك ان انت تحولت الى شخص وكل دوله في الحياة خش عند ناس تنين يدفع عندهم عند محمد علي ويشتم مش عارفين ما بداش تفاها يا اخوانا وبطلوا تدفع عن حد وبطل تعتبر حد رمز انا لا رمزه ما تسيب محمد علي يدفع عن محمد علي ويسيب واقل غنيم يدفع عن واقل غنيم ويسيب باسم يوسف يدفع عن باسم يوسف واحترم كل حاجة ولما انت عندك مثلا انت تعرف محمد علي شخصيا وتعرف صرته الطيبة وتعاملت معاه اتعاملت معاه معاملة كويسة وعارفوا من جوا عارفوا من جوا مش بتكتبلي ان انت قاريت اصل الكلام ببلاش اللي انا بقوله ده ببلاش الشيتيمة ببلاش انا ممكن اشتمك وانت تشتمني الشيتيمة ببلاش اتمنى أكون وضحت الموضوع مع محمد علي اول ما محمد علي تبقى قضيته مع مصر من الشخصية وما يبقاش بياخد الناس لسكك هون اصلا مش موضح لهم هي راحة فين انا بقول احنا السكة بتاعتنا اصلاح النفس هو رايح يقول السكة بتاعته هدم النظام طب يا عم اهدم النظام براحتك اهدم النظام براحتك بس فهمني انت بتبني ايه لان انت لو جاي تهدم دلوقتي من غير ما تبني يبقى من حق يوقفك ومن حق الناس اللي بتفهم توقفك وبالمناسبة انا ما عنديش مشكلة مع فتح الفساد ومحاسبة الفسدين بس هو مش جاي يفضح الفساد وحاسب الفسدين بدليل ايه قاعد 15 سنة شغال معاهم قاعد 15 سنة شغال معاهم وهو بالمناسبة ما بيفتحهمش كلهم ده بيفضح اللي هو زعلان منهم بس طيب ما تفضحهم كلهم وتفضح نفسك معاهم ما تقول لنا يا عم محمد وخليك راجل ونضيف وقول لنا انت غلطت قبل كده في ايه قل لنا غلطة اعترف لنا بغلطة من غلطاتك انتو لو مصدقين ومن غير ما يعترفلكو بغلطة من غلطاتو تبقوا انتو مهطيل انا اسف انا اسف تبقوا مهطيل ليه لان واحد مش صريح معاكو هذا ما لم نسمع بيه من قبل يعني تطعو تتفرج سيرك ياابا سيرك والان حان وقت الموسيقى واقل غنيم ايقونة 25 يناير على فكرة انا من الناس اللي استفادت من 25 يناير جدا كنت قاعد في البيت وجات 25 يناير جاعت تشتغل حب يعني 25 يناير لا اياد يبيضاء علي بعد سنين جي النهاردة وقال غنيم وانا محترم ده فيه جدا على فكرة يقول لنا على فكرة انا كنت غلط عشان بس انا عايز اوري الشباب اللي موجودين اللي هو فكرة ايه انه حنهيص وبتاع هو فجأة قالك اوبس انا كنت غلط البلد ضعت وقت مني بازت البلد تبهدلت وقت مننا بازت اوبس انا اسف ما قصدش مش مثلا في ايده كوباية شاي وقت الكسري دي بلد وعت وقال لك انا كنت غلطان هو الرجل طرع هو في حالة صفاء وسمو و و و ومش عارف ايه اللي هو فيها دي وعمل الحركة بتاعت محمد صلاح بتاعت اليوجا دي وتحدى ان انا اعرف عملها او ما اعرفش انما المهم ان هذا الرجل ايقونة ثورة 25 يناير قال عايز حضرانكم تسمعوا وانا قلت لكم على الفيديو ده في اول هايخير دماغا خالص انو نيجي ونكسر الجيش ونعمل ايه وبعدين يجي اقولك قاسف انا ما كنتش اقصد ام طلعت غلط ام معلش يعني اه اعم اهم اه اعني اجل مالاي اسو اخي نشوف الفيديو لانه هو اعتراف تاريخي لوائي الغنيب بحاييه فعلا على يعني كده يعني أنا يوى يا جماعة أنا بحب حسن مبارك عادي وبكرح حسن مبارك عادي يعني مش بكرح هصلح ده بحب حسن مبارك عادي ومتدايق من غلطات كتير عملها حسن مبارك عادي بس شايف حسن مبارك بشر السيدة رئيس حسن مبارك اللي عنده فوق حاجة وتمانين سنة على راسي من فوق ليه على راسي من فوق لان هو راجل كبير في السن وراجل شاف كتير في حياته وراجل ببهدل وانا مقدر تجربته عن هو غلط في ايه وولاده كمان وانا الحقيقة بهتم بابنه علاء بهتم بابنه علاء ليه عشان راجل عشان انا حسه وشايفه انت بقى مش حسه انت شايف ابو سفاح انت شايف مش عارف مين ما تشوف انت براحتك انا بس عايز الناس اللي بتديني هارت هي اللي شايفة لان هو فاهم ان انا انا بحاول افهم ان الشخصية الانسانية مركبة وان لو واحد في مكان سلطة معين غلطاته بتموت ناس انت لما بتغلط يتافه انت لما بتغلط بتوقع الكبات الكسر عالارض مش عارف ايه ده غلطتك اللي بيبقى في سلطة الغلطة بتاعته بتموت اللي بيبقى في السلطة بيبقى خايف اللي بيبقى في سلطة بيبقى متعصب اللي بيبقى في سلطة بيبقى متوتر افهم ان السلطة مسئولية مش بس خدمة انت قاعد عشان تصوراتك عن الدنيا فهمتها في أفلام الكارتون وفتوم وجيري قاعد متخيل ان الرجل اللي معاى السلطة ده قاعد مستمتع وعمال يفعص في اللي حواليه وخلاص هو بيفعص آه بس هو مش مستمتع وانا قلت مبارك مظلوم مبارك يستحق محاكمة يا اخي بس انا بحبه يعني ماينفعش احب في حاجات احب فيه مثلا ان الراجل ماسافرش برا البلد بعدما بعدما ساب السلطة احب فيه ده واي حد مش قادر يحب فيه ده هو مش قادر يشوف الحاجة المحترمة اللي في البناء ادمين غيره اللي هو ما بيحبهمش ودي مشكلة انا بحاول ابقى صريح معاكو قبل كده ما كنتش صريح معاكو وانتو لما مشيت ورايك اتو غلط ولازم كلنا نعترف بالغلط انا لازم انت تحسني وابقى صريح معاك يعني ايه صريح معاك انا ما كنتش عامل حاجة عشان مصلحة بس كنت بخاف منك كنت على طول اعمل حساب لا انا مش عايز احط الفيديو ده لحسن يزعله مني لا اصلا انا مش عايز احط النقطة دي لحسن يقوله علي ان انا بتريق على الرئيس لا انا مش عايز لا انا هعمل اللي انا عايزه اوبس انتو لما مشيت ورايا كان غلط وهو نفسه تم استغلاله وجوم الاخوان انا ححكي لكم تاني رجبوا الزهورة ورجبوا الدنيا واستغلوا الفرصة ودول بقوا عصر اللمون وعصروا عصروا بلمونة عشان اخواني انتو فاكرين الحكاية انا بس حبيت اواري حضراتكم عشان تشوفوا المسألة ووائل غنيم قال جملة مهمة جدا لمحمد علي قبل ما تهدها قول لي هتبني ايه الفرق بين محمد علي هو وائل وائل متمنهج تعليم برضو هجماعة بيفرق برضو زي بقول لحضراتكم العلاقة بيننا مش لطيفة يعني وشتامني وشتامني وشتامة بيحك كتير بس انا منيش انا بخافش لا مش نتيمة ولا اي حد يشتم ما بتفرقش معايا يعني المسألة دي ده جزء من الشغلين